هل تعتقد أن الوظيفة التي تقوم بها واحدة من الوظائف الصعبة والخطيرة؟ من المؤكد أنه بعد هذا الفيديو سوف تدرك أن الوظيفة التي تعمل بها تعتبر واحدة من أسهل الوظائف ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد هيا بنا نبدأ يعتقد الكثير من الناس أن عملية صيد الأسماك تعتبر واحدة من الأشياء السهلة للغاية ولكن في الحقيقة إنها من الممكن أن تكون صعبة ويمر الصيدون بمواقف صعبة مثل هذا الشيء وهذه بعض من المواقف التي يواجهها البحارة في المياه عند محاولة البقاء على متن السفينة وعلى الرغم من التعامل مع المعدات الثقيلة إلا أن هؤلاء الصيادين يجب أن يكونوا جاهزين للتعامل مع المناخ غير المستقر والعواصف المستمرة في بعض الأحيان تحتاج الأبراج التي عليها إشارات الراديو والهواتف الخلوية إلى التنظيف والصيانة على ارتفاعات تكاد تتعدى 600 متر في ارتفاعات خطيرة جداً كما هو واضح أمامك في بعض الأحيان يحاول العمال على متن هذه السفينة وضع الأسلاك الشائكة بهذا الشكل في محاولة منهم لمنع القراصنة من تسلق السفينة الخاصة بهم وفي بعض الأحيان الأخرى يحتاجون إلى إتباع إشارات الراديو حتى يتمكنوا من الخروج من هذه الأماكن الصعبة التي يعملون فيها أحياناً يواجه العمال في أنابيب الصرف مواقف صعبة للغاية حيث إنهم يمرون بوظيفة صعبة جداً تجعلهم يرتدون مثل هذه البدلة التي من خلالها يتمكنوا من الغطس في أنابيب الصرف بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر وهنا كان يظهر على العمال كيف أنهم فخورون عند وضع هذه المنصة التي تم بناؤها في هذا الموقع تحتاج عملية تصميم منصات البترول إلى عمل شاق للغاية حيث إنها تحتاج إلى وضع هذه المعدات الثقيلة بهذا الشكل المرعب وهذا ما يؤكد على أن العمال يتعرضون إلى مواقف صعبة طوال عملهم هكذا يواجه عمال لحام المعدن أسفل سطح المياه صعوبة كبيرة جداً عند القيام بعمل هذه الوظيفة وذلك بسبب ارتداء بدلة الغطس والحاجة إلى إنجاز الأعمال تحت ضغوطات ودرجات حرارة منخفضة وخطورة من الأسماك المتوحشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تساعده على إنجاز هذه الوظيفة بكل سهولة دون أن يتسبب في أي مخاسر ترجمة نانسي قنقر كما أن وظيفة عامل قيادة سيارات الإسعاف تعتبر واحدة من الوظائف المهمة للغاية حيث إن التأخير في قيادة هذه السيارة من الممكن أن يتسبب في إزهاق أرواح الكثير وهذا ما يعني أن سائق هذه السيارة يجب أن يكون محترفاً للغاية ترجمة نانسي قنقر أيضاً قيادة هذه الحافلات على هذه الطرق الجبلية والمنحدرات الوعرة أمر خطير للغاية من الممكن أن يجعل الشخص يتعرض إلى مواقف خطيرة ولهذا يجب أن يكون السائق محترفاً للغاية كما أن العمال على هذه الرافعات في مواقع البناء يواجهون مواقف خطيرة جداً ولهذا يحاولون دائماً الحفاظ على حياة العمال وحياتهم من المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا إليها ومن الطبيعي أن رجال الإطفاء يصنفون على أنهم من أهم الأشخاص حيث إنهم قادرون دائماً على تقديم المساعدة إلى الأشخاص المحتاجين وإنقاذ حياتهم والسيطرة على الحرائق الخطيرة ولهذا يتم دائماً اتباع بعض من الأساليب والتدريبات اللازمة في عمليات الإنقاذ هؤلاء العلماء يحتاجون دائماً إلى الاقتراب من البراكين النشطة وذلك للسيطرة على الحمام البراكانية وتحليلها التي من الممكن أن تصل درجة حرارتها إلى 1200 درجة سيلزيوس ولو كنت من عشاق السيارات فمن المؤكد أنك ستدرك أن قيادة هذه السيارات تحتاج إلى مهارة كبيرة جداً خاصة في السباق وذلك لأن الحركة الواحدة الخاطئة من الممكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة للغاية أفراد الأمن أيضاً يتعرضون إلى مواقف خطيرة جداً وهذا ما يجعلهم دائماً يحتاجون إلى ممارسة الكثير من التدريبات والتمرينات المستمرة التي تساعدهم على إنجاز الأعمال الخاصة بهم بأسرع صورة ممكنة دون حتى أن يتعرضوا إلى أي خطر كما أن العمل في هذه المنصات التي فيها يتم استخراج النفط يعتبر من الوظائف والمهام الخطيرة جداً التي يحتاج فيها الشخص إلى الكثير من التدريبات والمرونة واللياقة البدنية المطلوبة لإنجاز العمل بصورة صحيحة هؤلاء الأشخاص الذين يعملون على توصيل أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي يتعرضون إلى مواقف خطيرة جداً ولهذا يجب أن يكونوا حذرين طوال الوقت مثل ما حدث مع هذا الرجل أحياناً يتدرب العمال على تدمير هذه الأبراج والبناءات الكبيرة ويجب أن يكون هذا الشخص على حذر كبير وقادر على الابتعاد من أمام هذا البناء قبل أن يسقط في آخر لحظة لكي لا يواجه مخاطر كبيرة تودي بحياته إلى الهلاك هذا العامل الذي يعمل على تقطيع الأشجار والنخيل يجب أن يكون على حذر كبير جداً لكي لا يتعرض إلى مخاطر كبيرة هو أو أي شخص آخر يقف بالقرب منه أو أي منزل مثل ما يظهر لك في مثل هذه المقاطع ترجمة نانسي قنقر تسلق الجبال تعتبر من الوظائف المهمة والخطيرة في نفس الوقت ولكن يجب إتباع أساليب الأمان والحماية كما يواجهون صعوبات كبيرة بسبب انخفاض مستوى الأكسجين ولكنهم يشعرون بسعادة كبيرة جداً عند تسلق هذه القمم تنظيف الزجاج الخاص بناطحات السحاب يعتبر أمر خطيراً جداً حيث إنه من الممكن أن يشكل مخاطر كبيرة على حياة هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في هذه الوظيفة لو لم يتبعوا أساليب الأمان المشروطة وأيضاً العمل في حفر الأنفاق يعتبر من الوظائف الخطيرة جداً حيث إنه من الممكن أن يتعرض هؤلاء العمال إلى الغاز السام أو إلى الاختناق وفي بعض الأحيان يعملون في أماكن ضيقة جداً ولو كنت لديك رهبة من هذا الشيء فلا يجب عليك العمل فيه وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون على استخراج العسل من داخل خلية النحل يواجهون صعوبة كبيرة جداً حيث يجب التعامل بطريقة مناسبة حيث إن النحل حساس لأغلب الحركات الخاطئة ولهذا يجب أن يكون الشخص محترف بدرجة كبيرة وفي هذا الموقف تعرض هذا الرجل إلى حادث خطير وسط الغابة وتم إنقاذه باستخدام الحبال من خلال الطائرة الهليكوبتر بهذا الشكل انظر إلى هذا الرجل الذي يعمل في الإنقاذ كيف أنه استطاع إنقاذ حياة هذا الكلب بطريقة مثالية في بعض الأحيان يتم إنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص باستخدام الأطباء الذين يعملون على إنقاذ حياتهم باستخدام الطائرات الهليكوبتر بهذه الطريقة وبذلك لتقديم المساعدة في أسرع وقت يتم تدريب قوات البحرية باستمرار على استخدام الأسلحة البيضاء حيث إنها الأسلحة التي يمكن استخدامها في القوات الخاصة بهم ولهذا يتعلمون كيفية استخدام الأسلحة والدفاع عن نفسهم ضدها يتم استخدام هذه الرافعة العملاقة التي تعمل على حمل هذا الحفار على هذا الارتفاع العالي الذي من الممكن أن يصل إلى 100 متر حتى يتم هدم هذا البناء المرتفع بهذا الشكل وهذا الشخص الآخر كان يعمل على هذا الارتفاع العالي أثناء هدم هذا الجبل بطريقة مرعبة جداً خبراء المفرقعات هم الآخرون يتعرضون إلى مواقف خطيرة جداً حيث إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في محاولة اكتشاف القنابل وإبطال مفعولها في سبيل إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص وتعريض حياتهم إلى الهلاك في إندونيسيا يتم استخراج الكبريت من مواقع خطيرة جداً تحتوي على الكثير من الغازات السامة ودرجات الحرارة المرتفعة مما يعني أن العمال يواجهون موقفاً صعباً للغاية في هذه الوظيفة يتم استخدام هذه المركبات العملاقة في عملية نقل الحديد المنصهر من مكان إلى آخر ذو درجات حرارة عالية وفي مواقع منصهرة وخطيرة جداً في عملية صنع الأفلام يتم استخدام بعض من الأشخاص المتخصصين في تلقي الضربات والتمثيل بهذه الطريقة الاحترافية التي تجعل المشاهد تبدو كما لو كانت حقيقية يعمل هؤلاء الأشخاص على فرز هذا النوع الحار من الفلفل بكلتا يديهم وهذا ما يجعل يديهم يتعرضون إلى الكثير من المخاطر بسبب هذا الفلفل كما أن أعينهم تدمع بكمية كبيرة باستمرار وهذا ما يؤكد على صعوبة هذه الوظيفة بالرغم من منظرها الزهل ولكنها تؤدي إلى مشاكل كثيرة في كوريا يتم تدريب بعض الجنود على الانضمام إلى نوع معين من القوات الخاصة التي يستطيع من خلالها هؤلاء الأفراد القيام بمختلف المهام الصعبة والمستحيلة لإنقاذ المدنيين والهجوم على أي عمليات خرق للقوانين أو إرهاب والتصدي لها هل تعتقد أن الوظيفة التي تقوم بها واحدة من الوظائف الصعبة والخطيرة؟ ما هي أكثر وظيفة تعتقد أنك لن تكون قادرا على القيام بها من بين كل هذه الوظائف؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد إلى اللقاء